الثالث من آب يبدو للوهلة الأولى يوما مثل غيره من الأيام لكنه يحمل في ذاكرة العراقيين والأزيديين ذكريات عن مأساة قل نظيرها بالعصر الحديث تعرض الأزيديون في مثل هذا اليوم قبل ست سنوات إلى القتل والاغتصاب والسبح على يد تنظيم داعش الإرهابي فيما لا يزال الألاف منهم في عداد المفقودين بعد تعرض الأطفال والنساء منهم للخطف والبيع كسبايا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدرك عادته إلى منح الاهتمام بهذا المكون سعيا منه إلى تخفيف بعض آلامهم ومعالجة مفاصل الخلل والقصور التي رافقت جهود تعويضهم وإعمار مناطقهم في السنوات الماضية أول ما لفت الانتباه عند استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفدا من أبناء المكون الأزيدي هو تخليه عن كرسيه لطفلة أزيدية وإجلاسها مكانه في لفتة جدد من خلالها الإشارة إلى عدم تمسكه بالمنصب وأن المنصب لديه هو وسيلة لخدمة الشعب لا غاية يسعى إلى بلوغها الكاظمي أكد خلال استقباله الأزيديين أن تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل الإسلام وتعاليمه السمحاء بأي شكل من الأشكال الكاظمي أكد ضرورة تخصيص يوم لاستذكار جرائم داعش الإرهابي لا بهدف بث روح الانتقام بل يكون مدعاة للعمل على عدم تكرار الأخطاء كي لا ننسى هذا العبارة هذا الشعار يجب أن يكون عنوان كي لا ننسى كي لا يتكرر الهدف من الذاكرة هو مو نروح الانتقام وأنه مروح أنه هذه الذاكرة تمنع تكرار خطأ مرة ثانية لم يفت رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية تشخيص الأخطاء التي ارتكبت في السنوات السابقة وحالة الفوضى التي رافقتها وتحديد المسؤولين عن حلول الكارثة الأخطاء سوء لدارة أرجع أقول بقيادة البلد أنتجت هذه الفوضى يجب أن يتحمل المسؤولين من أسس لهذا الخطأ ولهذا الفوضى صحيح أن استذكار الأحزان لا يعيد الأموات ولا يعالج الجراحة العميقة التي حفرها الإرهاب في قلوب الأزيديين وذاكرتهم لكن العمل الجاد لإعادتهم لمناطقهم بعد إعمارها وتوفير الأمن والاستقرار لتلك المناطق والكشف عن مصير المفقودين منهم يمثل بلسما يمكن أن يداوي تلك الجراح